موسيقى سلام لكم مشاهدين في كل مكان أرحب بكم في حلقة اليوم من سؤال جريء عنوان الحلقة أمور غريبة عن الله في الإسلام في الحلقة الماضية رأينا أن الله في الإسلام يتحدث بلغة بشرية يقول مثلا أنه سيتفرغ للناس سنفرغ لكم أيها التقلان ويقول ربما ويقول أنه الآن علم ضعف المسلمين فغير لهم أوامره بعد أن عرف أنهم لن يتحملوا ما فرده عليهم فهل رغم كل ما رأيناه سيستمر المسلمون في اتهام المسيحيين أنهم ينقصون من الله لمجرد أن الكتاب المقدس يتحدث عن الله بلغة بشرية أم أنهم الآن سيراجعون أقوالهم سنستمر في هذه الحلقة للحديث عن هذا الأمر يعني أمور غريبة عن الله في الإسلام لكن هذه المرة سأمزج الآيات بالأحاديث والتفاسير معا حتى نعرف بعض الأمور الغريبة عن الله وطبعا الموضوع متشعب وكبير لكن اخترت فقط مقتطفات لعلي أساعد المشاهد الذي يريد أن يعرف الحقيقة وأقول بكل ثقة دققوا في كل كلمة أقولها وفي كل مرجع آتي به العيب كل العيب إن أتيت بمرجع كذب أو قلت شيئا لا وجود له في الأخير أقول أن الهدف هو حوار بناء يخرج فيه المسلم من غيبوبته التي يظن فيها أنه هو من ينزه الله والمسيحيون يشركون بالله خلينا أعطي مثال من الأشياء التي أرى المسلمين يكررونها في حوار معهم مثلا على الفيسبوك مرات كثيرة سمعت هذا الكلام يقولون مثلا أننا عباد الخروف بل بعضهم يضحك ويستهزئ يا عابد الخروف ها 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 وأسأل دائما المحاور لعلي أجده يفهم فأسأله لماذا تقول عنا عباد الخروف يقول لي لأن سفر الرؤية مثلا يقول والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والجواب سهل وبسيط لكن الأخوة المسلمين لا يريدون أن يفهموا أحيانا كثيرا السفر اسمه سفر الرؤية والرؤية لازمها تأويل وتعبير فالخروف مجرد رمز في رؤية لا يوجد أي مسيحي يعتقد أن الله خروف حاشا بل هي سورة رمزية للفداء سأعطي مثال خد عندك فرعون مثلا هذا في الكتاب المقدس وحتى في القرآن رأى رؤية رأى سبع بقرات وسبع سنابل فهل السبع بقرات والسبع سنابل كانوا فعلا بقرات أم هي رؤية احتاجت لواحد حكيم حتى يفسرها ألم يفسرها يوسف بأنها ترمز لسبع سنين صارت البقرات ترمز للسنين والسنابل ترمز للسنين كل مسيحي يعرف أن السفر الرؤية سفر رمزي وكل رمز فيه يرمز لشيء معين فإذا نسيبنا من هذه الادعاءات التي لا أساس لها ودعونا نرى بالمقابل ما يعلمه الإسلام عن الله في الأحاديث وفي القرآن وفي التفسير خلينا نبدأ بأول شيء الله في الإسلام شيء شيء الله في الإسلام شيء إزاي في سورة الأنعام وآية 19 قل يعني يا محمد أي شيء أكبر شهادة هنا السؤال الجواب قل يا محمد الله شهيد بيني وبينكم أي شيء أكبر شهادة الله فالجواب من جنس السؤال احتج يقول الرازي على هذه الآية واحتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشيء بهذه الآية وتقريره أنه قال أي الأشياء أكبر شهادة ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله قل قل الله قل الله هو أكبر الأشياء شهادة وهذا يوجب كونه تعالى شيئا كما أنه لو قال أي الناس أصدق فلو قيل جبريل كان الجواب خطأ لأن جبريل ليس من الناس فكذا ها هنا يعني لو قيل أي شيء أكبر شهادة وقيل الله والله ليس بشيء يكون الجواب غلط فالمفروض أن الجواب يكون من نفس جنس السؤال فإذا الله شيء بحسب هذه الآية فهل يحق لي أنا أيضا أن أتهكم على المسلم وأقول يا عابد الشيء وأضحك يا عابد الشيء يا عباد الشيء يا مسلمين أنتوا تعبدون شيئا فخلينا دايما ندرس الأمور بعقلية بمحبة باحترام حتى لا يكون هذا التحامل على الكتاب المقدس الله شيء في القصص 88 كل شيء هالك إلا وجهه فالاستثناء لازم يكون من نفس المستثناء منه قوله تعالى الرازي يفسر هذه الآية أيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه المراد بوجهه ذاته ولو لم تكن ذاته شيئا لما جاز استثناءه عن قوله كل شيء هالك وذلك يدل على أن الله تعالى مسمى بالشيء الله مسمى في الإسلام بالشيء إذن الله في الإسلام شيء شيء من الأشياء هو شيء أيضا الله له دار وهذا في حديث وليس في آية الله عنده دار خاص به يسكنها هذا حديث صحيح في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إزاي؟ في حديث الشفاعة الطويل جدا أنا اقتصرت على الجزء الذي يهمني فيه فيكمل الحديث في حديث الشفاعة قال فيأتون موسى يعني الناس يوم القيامة سيدهبون إلى كل نبي فيجد يعتدر النبي عن الشفاعة لأنه أخطأ إبراهيم مثلا سيعتدر لأنه كذب فلا يريد أن يشفع لأنه يريد من يشفع له فقال فيأتون موسى فيقول أني لست هناك ويذكر خطيئته التي أصابقت له النفس هذا خليني بين قوسين تكلم عن المسلمين الذين يقولون أن الأنبياء لا يخطئون وهو الحديث يذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس أنه قتل نفس فأيضا الأنبياء بيخطئوا في الإسلام ولكن ائتوا عيسى اذهبوا إلى عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته يا ناس روحوا عند عيسى لعله يغفر لكم أو يشفع لكم عفوا قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولا يذكر له أي ذنب على فكرة ولكن ائتوا محمد عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر عيسى من غير ما يفسر لنا ليه هيقول لهم روحوا عند محمد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر أنا مش هنفعكم هذا في الإسلام فيأتوني لما يجوا عند محمد المتحدث هنا محمد فيأتوني بيجوا لعندي فأستأذن على ربي في داره الله أستأذن على ربي فين في داره ما معنى أستأذن أطلب الإذن يعني تقطق مين أنا محمد سلام عليكم ممكن أخش لدار ربنا أنا عايز أكلمه في حاجة هذا الحديد هذا الحديد داره ومحمد ومحمد حيروح ويطلب الإذن خش عليه وهو يدوه الإذن ويقول له له تفضل وهو يخش ويكلم ربنا وقعت ساجن فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني خليني ساجد زي ما يحب هو فيقول ارفع محمد يقول لي ارفع وقل يسمع قول هنجاوب واشفع تشفع أطلب الشفاعة هنشفعك وسل تعطى أطلب سنعطيك قال فأرفع رأسي فأتني على ربي بتنائن وتحميل يعلمني يعني أقول له كلام هو حيعلمني إياه فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة إذن الله له دار طيب ليه المسلم دايما يطلع ويقول يا مسيحيين هزأتوا ربنا خلتوه اتجسد وصار على الأرض وخلتوه انتوا احنا بننزه ربنا بص على الإسلام العظيم الكبير الدين الذي ليس له متيل ينزه الله ولا يجعله في مكان ولا يجعله في جسد ولا 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 طيب أهو ربنا عنده دار وعنده حشم وخدم ويطلب محمد الإدن وبيدخلوه وبيكلم ربنا وبعدين يطلع يدخل الناس الجنة إيه الفرق أنا عايز أفهم إيه الفرق هو الإنسان ما بيشوفش اللي عنده فقط يتهم الآخر ليه المسلمين مش عايزين يشوفه وده حديث صحيح على فكرة والناس بيرددوا ولهم واخدين بالهم بيشوفه بس في المسيحية وبيستهزئه بس من كتاب المسيحيين الله هو رجل المسلم ويتردد هو رجل المسلم إزاي؟ حديث في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع قال محمد إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب اللي عاد واحد من أوليائي سأحربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتردت عليه يعني العبد يتقرب بالفرائد وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والعبد يتقرب بالنوافل الفرائد هي الصلوات المفروضة والنوافل هي ما زاد عليه ليس مفروض عليه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لو أحببت أنا الإنسان بصير سمعه الله بيصير سمع المسلم وبصره الذي يبصر به وأصير بصره ويده التي يبطش بها وأصير يده ورجله التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها بيستعزئ المسلم من قصة الخروف رغم إنها رمز ملهاش علاقة هي رمز فقط ومع ذلك ما بيشوش واحد قال لي طب هل يشرف الله تقول عنه خروف قلت له يا أخي هذا مجرد رمز ويرمز للفداء الذي قام به المسيح ووجه الشبه هو الفداء فقط وليس أي شيء آخر طيب أنا أسأل نفس الشؤال سؤال هل يشرف الله أن تقول الله رجلي المسلم يقول الله رجلي الله صار رجلي الله صار سمعي الله صار بصري هل هذا يشرف الله أنا أو طالب المسلمين يجاوبه مدام يطرح علينا نفس الأسئلة وبنجيب عليها الآن نطرح نفس الأسئلة ونتمنى إجابة عليها وإن سألني لأعطينه ولإن استعادني لأعيذنه دي الفقر المهم وما ترددت عن شيء الله يتردد زي زي البشر وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن أنا ولا عمري ربنا بيقول أنا ولا عمري ترددت زي ما بتردد عن نفس المؤمن يعني ببقى عايز أميته وبتردد بقول لا حرام بلاش أميته لأنه بحبه فالله بيتردد بيقول أميته ولا ما أميتوش أقتلوه ولا ما أقتلوش يكره الموت وأنا أكره مساءته عبدي يكره الموت وأنا مش حابب أسيء إليه أكره مساءته مش حابب أنه شيء سيء يصيبه فأنا بصير متردد ما فيش محل أصير فيه متردد زي الحالة دي ليس هناك حالة أصير فيها متردد الله يقول ليس هناك حالة أصير فيها متردد مثل حالتي مع المسلم الذي أحبه لأنه أصير أنا عايز أخذ نفسه لكن في نفس الوقت لا أحب أن أسيء إليه فيصير عندي يعني وكانه زي واحد فينا بيقولك مرة أنا مش عارف في 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 اتنين جواي واحد يقولي روح واحد يقولي ما تروحش ربنا بيصير اتنين جواه واحد يقوله أميتو والتاني يقوله لا أنا ما ميتوش يعني أنا بحب برضي فهل نسبة التردد لله تليق بالله هل الله يتردد مثل ومثل الإنسان هذه الأسئلة التي نريد إجابة عليها من المسلمين شيء آخر الله فوق العرش وتحت الأرض في نفس الوقت ودي حاجة غريبة هنشوفها بالأحاديث عن قتادة حدتنا الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله اللي هو محمد يعني جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب كان محمد دايما بفسر لهم الدواهر الطبيعية مر سمع صوت فقال لهم أتدرون ما الصوت قالوا الله ورسوله أعلم فقال لهم الصدة هو صوت حجر صار له سبعين سنة نازل وذلوقتي وصل لقع جهنم كل مرة بيفسر لهم الدواهر ففي المرة دي أتى عليهم سحاب فعيسألهم نفس السؤال فقال نبي الله هل تدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم وما سكين ما بيجاوبوش على أي شي دايما بيقولوا الله ورسوله أعلم حتى هم شايفين السحاب ما يقدروش يقولوا ده سحاب الله ورسوله أعلم قال هذا العنان سميه هو اسم من عنده هذه زوايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه هذا السحاب اسم العنان ربنا بيسوقه إلى ناس لا يشكر عليه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم عارفين إيه اللي فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الرقيع اسم السماء الدنيا بيسموها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها كم بينكم وبين أو السماء المسلمين بيأمنوا أن هناك سبع سماوات قد إيه بينكم وبين أول سماء قالوا الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة مسيرة خمسمائة سنة ما بينكم وبين أول سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك سماءين في اتنين بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض يعني صار كل مرة يسألهم هل تعرفون ما بين السماء دي والسماء اللي بعدها بيقولوا الله ورسوله أعلم بيقولهم 500 سنة وبيقولوا اللي بعدها الله ورسوله أعلم 500 سنة حتى عدى سبع سماوات بعدين ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك عارفين بعد السماء السبعة فيه قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك العرش عرش ربنا موجود فوق السماء السبعة وبينه وبين السباء بعد مثل ما بين السماءين يعني كمان ما بينه وبين السماء السبعة خمسمائة سنة العرش هو فوق السماء السبعة بخمسمائة سنة ماشي ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم ومساكين هم عارفين أنه تحتهم الأرض لكن لا يستطيعون الإجابة قال الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض يا سلام دي محتاج دكاء يعني محتاج الواحد يكون دكي عشان يعرف أن الأرض ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة في أرض تانية حتى عد سبع أراضين بين كل أراضين خمسمائة سنة يعني نفس الشيء اللي حصل في السماوات نفس الشيء في الأرض المسلمين بيأمنوا أنه في سواء سماوات فوقنا في السبع أراضين تحتنا وكل أرض ما بينها وبينها تانية خمسمائة سنة ثم قال بعد ما خلص السبع سماوات والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل لو دلينا رجل بحبل إلى الأرض السفلة السبعة لهبط على الله لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لو عايز أي واحد يتأكد أنه الكلام ده موجود يعمل إيه يروح على سنن الترمذي سنن الترمذي موجود فيها أو تفسير التبري لسورة الحديد رقم ثلاثة أو تفسير ابن كتير لسورة الحديد الآية رقم ثلاثة وهي هذه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم معنى إيه أن الله هو الأول والآخر هو الأول والآخر الله فوق السماء فوق العرش فوق السماء السبعة هو تحت الأرض تحت الأرض السبعة لو رحت فوق السماء السبعة ستجده لو نزلت ستجده ولو دلينا رجل بحبل إلى الأرض السبعة لهبط على الله طيب أنتم تقولون أن الله غير موجود في مكان والله ليس له مكان أهو طلع عنده دار وقعد فوق عرش موجود فوق موجود تحت كل هذا ومع ذلك لا تنسبون الحيز والمكان لله أم والدأي أنا أريد أجوبة على هذه الأسئلة خلينا نشوف المنظر مرسوم المسلمون يؤمنون أن دي الأرض وإحنا موجودين هنا في السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والربعة والخمسة والستة والسبعة وما بين كل واحدة وواحدة 500 سنة ما بين كل سماء وسماء بعدين ما بينها وبين العرش 500 سنة بعدين ربنا فوق العرش لو نزل تحت نفس الشيء 500 سنة ما بين كل أرض وأرض وهنا أيضا العرش على شكل دائرة تحيط وربنا العرش دائري يا جماعة العرش دائري وربنا قاعد فيه وين ما روحت حتلاقيه لو دلت حبل من هنا لهنا لنزل على الله لأنه العرش دائري ده التخطيط الكوني للكون في الإسلام وممكن نعمل عليه حلقة خاصة لكن ده مش موضوعي الآن مش كيف يرى الإسلام الكون لكن على الأقل نعرف أنه ينسب الحيز لله الله يحمله تمانية من الملائكة تمانية من الملائكة حملين ربنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية سورة الحاقة آية 17 في تفسير الطبري قال ابن زيد في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية قال تمانية أملاك تمانية ملائكة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله اليوم أربعة يعني في الدنيا اليوم بيحملوا أربعة بس في الأخرة حيكونوا تمانية حينضف إليهم أربعة تنين ويوم القيامة تمانية البعض قال تمانية صفوف من الملائكة والبعض قال تمانية ملائكة اختلفوا في هذا الأمر لكن معلش حتى لو قالوا تمانية صفوف برضو ملائكة يحملون عرش الرحمن السؤال هنا بعض المسلمين بيحاولوا يتجنبوا الموضوع هذا ماذا يقولون؟ يقولون أنه يحملون عرش الله ولا يحملون الله لكن سنرى أن الله فوق العرش يعني حتى لو قالوا يحملون عرش الله الله فوق العرش الله على العرش وده باعتراف المفسرين وفقهاء وعلماء الإسلام في ابن كتير بفسر يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال أدنا لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة يعني يعني عايز أكبر حجم الملائكة عشان نقول ماشي ممكن يكونوا ملائكة يحملوا عرش الله يعني ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه موجود سبعمائة سنة يعني تمشي فيها مسافة تمشي فيها سبعمائة سنة أنا مش عارف الملائك ده هيكون إزاي يعني تمشي ما بين كتفه وأذنه تمشي سبعمائة سنة وما بين السماء والسماء شفنا خمسمائة سنة يعني ده ما بين كتفه وأذنه أكتر ما بين سماء وسماء وأكتر ما بيننا وما بين السماء الدنيا يعني ده ملائك ضخم جدا وديه صورة توضيحية عشان الناس يفهمه دول تماني ملائكة يحملون عرش الله والله على العرش ده التفسير أو المنظور الإسلامي الذي يصف الله في حديث غريب ولطيف اسمه حديث الأوعال لو أي واحد عايز يتابعني يعمل على جوجل حديث الأوعال أرجو أنه أولا تشاركوني بأسئلتكم وتعليقاتكم على الفيسبوك سأأخذ البعض منها إيميلات أنا مستني إيميلاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم عبر الإيميل والتليفونات بعد شوية سنبدأ في أخذ المكلمات إدوني فقط خمس أو ست دقائق مثلا وسأبدأ في أخذ المكلمات فأرجو تشاركوني حتى نبدأ في إجابة على الأسئلة أو سماع التعليقات أو طرح مزيد من الأفكار التي تدخل في هذا الباب حديث الأوعال ده ممكن تدوروا عليه في جوجل وحتلقوه عن عباس بن عبد المطالب ده عم محمد قال كنا جلوسا مع رسول الله بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله أتدرون ما هذا قلنا السحاب والمزن قلنا والمزن قال والعنيان إلى آخر قال فسكتنا فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض إلى آخره قال بينهما خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة هنا يبتدي الموضوع وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض يعني خمسمائة سنة ثم فوق ذلك تمانية أوعال الملائكة اللي شفناهم بيصيروا في الحديد أوعال يعني ملائكة على شبه الوعل الوعل هو تيس الجبل التيس جبلي الوعل تمانية أوعال بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض شفنا ما بين الملائكة ما بين كتفه وشحمة أدنه سبعمائة سنة لا هنا ما بين الركبه والظلف موجود الظلف اللي هو الحفره أو ظلف رجله كما بين السماء والأرض ما بين الركبه والظلف خمسمائة سنة ثم فوق ذلك العرش بين أسفل وأعلى كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم مذكور في مسند أحمد ورواه الترمدي وابن ماجة والحاكم في المستدرك يعني ربنا بيحمله تمانية تمانية ملايكة على شكل أوعال على شكل حيوان الوعل تمانية أوعال قاعد العرش فوقهم وربنا فوق العرش طبعا ممكن حد يقول لي طب حديث الأوعال ممكن يكون ضعيف سأكون صريح معكم في فريقين فريق ضعفوا لأنه شافوا بينقص من شكل ربنا ويسيء إلى ربنا وفريق صححوا مين صححوا رواه أحمد وأبو داود في السنان والترمدي وابن ماجة والدارمي والبزار وابن أبي شيبة وابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم في المستدرك وصححوا ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم ودفع عنه ابن تيمية ودفع عنه ابن القيم أيضا فكل دول دفعوا عن صحة الحديث لو حد قال تبنى رأي الفريق الثاني أنا معرفش ضعيف ولا صحيح إزاي الكتاب ده موجود في كتب الأحاديث لو هو شرك لو هو يسيء إلى ربنا وشايفينه شرك يبقى عندكم شرك في كتب الأحاديث لو هو بيحط ربنا في مكان وفي حيز وتحته أوعال يبقى أنتوا بتشركه بربنا ونعمل إيه في ابن تيمية ونعمل إيه في ابن القيم معناهم مشركين أيضا يعتقدون أن الله جالس على العرش وأنه فوق أوعال يحملونه ده دي مشكلة كبيرة أتمنى من الإخوة المسلمين يجاوبوا عليها هل الله على العرش دي ممكن نشوفها حاشية ابن القيم على سنن أبي داود طبعا في القرآن موجودة في سورة طه آية خمسة الرحمن على العرش استوى على العرش وفي حاشية ابن القيم على سنن أبي داود يقول حدتني محمد بن إبراهيم القيصي قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابع على عرشه قال أحمد هكذا هو عندنا إذن هو في السماء السابع على عرشه وقيل لعبد الله أحمد بن حنبل الله فوق السماء السابع على عرشه بائن من خلقه وقدرة وعلمه بكل مكان قال نعم الله على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان المسلمون لا يؤمنون أن الله في كل مكان يؤمنون أن علمه فقط في كل مكان أما هو فعلى العرش علمه يحيط بكل الكائنات أما هو ففي مكان معين وهو على العرش نتوقف مع فاصل نعود بعده لإكمال هذه الحلقة من سؤال جريء ما هي أوضاع المسيحيين في مصر بعد نصف عام على الثورة وما هي التحديات التي تواجه الكنيسة في مصر وما هو مستقبل المسيحيين هناك حلقة خاصة مع الأستاذ مزيحيين وقال جريء أنا سأبدأ في أخذ المكالمات الآن لكن خليني أضيف معلومة فقط لأنه مهمة جدا للحوار حتى لا يكون أي أخ مسلم يناقشني بنقص في المعلومات لسه ما كملتاش أو أي شيء من هذا القبيل فسئل ابن تيمية عن موضوع هل الله على العرش وقال أجاب ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض فمعناه أنه مدام المسلمون يرفعون أيديهم إلى السماء في الدعاء فهم إذا يدعون الله الذي هو فوق السبع سماوات على العرش هذا دليل من دلائل أو من أدلة ابن تيمية عرش الله يهتز لحاجة غريبة الله على العرش يحمل ثماني ملائكة سواء على صفة أوعال أو ملائكة على صفة تانية بيهتز بيهتز لمين؟ بيهتز لسعد ابن معاد عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاد ده موجود صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة يعني دي من فضائل سعد ابن معاد باب من فضائل سعد ابن معاد ازاي يعني؟ يعني العرش اهتز لما مات سعد ابن معاد العرش اهتز كده اهتز ليه لأ يعني حزنا حزنا على موت سعد ابن معاد حاجة طب ايه فايدة انه العرش يهتز والعرش على فكرة حي في الإسلام يعني بيتكلم وبيعمل حياتي يعني العرش حي ممكن نفرد حلقة خاصة للكلام عن العرش وفكرة في الإسلام لكن على الأموم اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاد السماوات تكاد تتشقق من تقل الله الله تقيل قوي على السماء انه تكاد تتشقق ودي موجودة في سورة الشؤورة آية خمسة تكاد السماوات يتفطرن يتفطرن يعني يتشققن من فوقهن والملائكة يسبحون بحبذ ربهم من فوقهن يعني من فوق الأراضي أو الأراضيين السبع تكاد السماوات تتشققن من فوق الأراضي طيب واحد يقول يمكن أنا غلطان في فهمي لا أنا مش غلطان في تفسير الطبر للآية دي راحوا أبعد من كده عن محمد ابن قيس قال جاء رجل إلى كعب فقال يا كعب أين ربنا قال له الناس اتق الله إزاي تسأل السؤال ده اتق الله أفتسأل عن هذا فقال كعب دعوه فإن يكن عالما ازداد خلوه يسأل لو كان عالم سيزداد علما وإن يكن جاهلا تعلم ليه تمنعو دي حكمة رائعة يعني سألت سألت أين ربنا الآن كعب بيجوبه وهو على العرش العظيم متكئ ده متكئ حتى يعني واضع أحد رجليه على الأخرى المسلمون كل يوم قاعدين المسيحيين بيسيئوا إلى ربنا أنا متأكد مسلمين كتير عندهم تفسير الطبري في البيت لو أعطيت كتاب مقدس لمسلم بيقول لي لا أنا لا أخذ كتاب مقدس لأنه يشرك بالله ويسيء إلى دات الله طيب عندك الطبري بفسر سورة الشورة خمسة وعلى يد واحد صحابي كعب بفسرها أن الله متكأ على عرشه ووضع رجل فوق الأخرى ده مش متكأ بس ده واخد رعته ومسافة هذه الأرض التي أنت عليها خمسمائة سنة ومن الأرض إلى الأرض يعني بيعيد حديث محمد لكن الغاية والله على العرش متكأ ثم تفطر السماوات قلنا الشورى آية خمسة تقول أن السماوات تكاد تتشقق من تقل الله قال الضحاك والسدي يتفطرن أي يتشققن من عظمة الله وجلال فوقهن يعني تكاد السماوات تتشقق من عظمة الله لسه مش وضحة التبري بيزيد وضحها عن ابن عباس قوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى من ثقل الرحمن ودعني ابن عباس حبر الأمة الإسلامية عالمها الذي أمرنا أن نأخذ عنه القرآن يقول أن السماوات تكاد تتشقق من ثقل الرحمن لأنه تقيل أوي على السماوات فتكاد السماوات تتشقق أطلب المخرجي ساعدني أن نأخذ المكالمات من الأخ سليم من إسبانيا الأخ سليم اتفضل رشيد أتفضل الأخ سليم نعم أنا من حوالي يومين سمعت شخصي على قيمة في العقيدة المسيحية بيقول كما ورد يعني بالسرشد أنا ورد الكتاب المقدس رومية ثلاثة سبعة بيقول فإنه إذا كان استقل الله قد أزاد بكتبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ مضغوط نعم الدكتور تطرق الدكتور عاسي طيب أخ سليم نعم ما هو موضوع حلقت لهذا اليوم الموضوع هو عن القرآن طيب عن الله وصفه في الإسلام هل ممكن الممكن تكلمني في هذا الموضوع حقيقة لحظة عزيزي رشيد أن هذا الموضوع ذات أهمية لأن بصراحة شاغيني كثير نعم لا أنا فاهم أنه شاغلك وأنا جاوبت عليه كذا مرة في كذا حلقة كل مرة أضع الجواب لكن أنا 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 أتكلم يعني خلينا من أنا بص يا أخ سليم أنا أحب الإنسان يجيني دغري يعني أنا أتكلم عن أوصاف الله في الإسلام واحد بيقول لي لماذا قال الرسول البولوس في رسالة رمية إن كان مجد الله ازداد بكذبي فلماذا أدانه أنا بعدك خاطئ يعني ما لهاش علاقة خالص لا هي بتتكلم عن صفات الله لا هي بتتكلم عن مكان الله لا هي بتتكلم عن تجسد الله ما لهاش علاقة فتكلمني في أشياء إلها علاقة نسيب الحلقة كلها أنا صوتي راح من كترة الأحاديث اللي جبتها عن ربنا في الإسلام وزي له مكان وعنده دار وهو رجل نسيبها 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 نسيبه تكberوش متسرع أنا مش متسرع ممكن تجاوبني ممكن تعطيني جواب الموضوع الموضوع الاسبع اللي أصبعت يعني أنا قريبك أنتو شاركني فيي لا أنا تشاركني في موضوعي لأن صار لي تقريبنا أكثر من نص ساعة وأنا بشرح في الموضوع أنا بقرأ يعني أنا من المحبي قراء الكتاب البغاد نعم أقول لك أنا أبن العربي لأنك يمكن أن ما قرأت أبو كريفة أنا قرأت أبو كريفة أنت عليه الموضوع الذي سمعته من التوصف يا أخي ما تحكم على ماذا قرأت ما تحكم على ما الذي قرأت يعني ليس لك علبي ما قرأت فأرجوك تكلم عن نفسك فقط طويل بالك الله يخلي بالي طويل بس الظاهر أنك حتقسره يا أخ سليم تفضل تخل في الموضوع صار لنا دقيقتين ولا قلنا كلمة جملة مفيدة للمشاهدين تفضل دكتور شبرول آر يا عم سيبك من الدكتور شبرول آر أنا بقول لك هل ممكن تجاوبني على صفات الله في الإسلام إزاي ربنا له دار مثلا وراح عنده محمد وأدوه الإذن يدخل هل ممكن تشرح لي أنا حبيبي أنا أنت بتخدم المسيح ولا تخدم المسيح أنت بتخدم المسيح يزوء المسيح ولا ما بتخدم أتاتا أوكي أنا أديك آخر فرصة أديك آخر فرصة هل ممكن تجيب على كل الأمور اللي تكلمنا فيها عن الله في الإسلام أه ولا لا الآن الكرة في ملعبك يا أخسني 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 أنت بتخدم المسيح أكثر منه أخسني أخسني يعني فيه أخوة الله يسامحهم يعني تقولوا الشمس تشرق من المشرق بيقول لك لا أنا عايز أتكلم عن القمر وجماله بالليل الأخ أندرو من مصر أهلا بيك مساء الخير أخونا رشيد ربنا يبارك حياتك ويصدرك أكثر من كيف الله يعطيني الصبر يعني أنا في هذا اليوم بتديت بأخ سليم مش عارف أنا صراحة سفرت جيردم أخونا سليم أن الرد على كلام دوت أن هي كتب أبو كريفة اللي هو رأى وحضرتك مع ركاش يعني معلومة جديدة آه كده يعني أنا أنا أتفاجأت أول مرة أسمع حتى الاسم يعني أنا أخش في الموضوع لطول أنا بأس هربط حديثين ببعض نعم فكرة أنه هو أن 8 ملايكة شايلين عرش ربنا وحكاية أن السماوات اتفاق يعني اتفاقت من طوء ربنا نعم أنا هربط الحديثين دول من بعد دلوقتي الملايكة شايلين هل هما سندين على السماوات ديت ولو وقفين في الهوى يعني أنا عاوز برضو يعني هما يفسرها لنا أكتر يعني المفروض الحديثين دول اللي هوا نابل الإسلام أي لهم نعم فهما أكيد مربوطين ببعض مشايلهم بقى عشوائي يعني مش كل حاجة في موقفها صح فدلوقتي في ملايكة شايلين عرش ربنا ماشي وقفين على السماوات ديت لدرجة من كتر وقفتهم وهم شايلين العرش اللي ربنا قاعد عليه السماوات بدأت تفتا طب هما مش حسين بحاجة يعني السماوات تكسرت من تحت رجليه وهم مش حسين بحاجة على فكرة أخ أندرو أنت ديتني فكرة أكتر يعني هما أكيد تحت السماء اللي تحتهم لأنه بس ما بين شحمة أدنه وما بين كتفه في مسيرة 700 سنة وما بين العرش هو تحت السماء بـ 200 سنة ده فقط المسافة دي يعني رجل غيصة أنا مش أصد أهاكم أنا سعلا يعني هو كلام ما لوش معنى ما هو القصد أنه كلام ما لوش معنى مش راكب على بعض أنا بحاول أركبهم يعني أنا بحاول لهم دلوقت السماوات مش مش شايلة طيب ماشي مش في ملايكة شايلة طب الملايكة دول ما ماتعبوش يعني لدرجة ما جابش سيرة عن تعب الملايكة لي من شيلو يعني هو قال على الجماد خلاص هيتكسر طب اللهم المفروض الملايكة هيتعبوا أو تعبوا مثلا من شيلو نعم تحد في نقطة جوهرية يعني بالمنطق كده هل عرش ربنا محتاج لو فيه عرش فعلا بالشكل ده هل محتاج أني فيه ملايكة شيلو يعني لو فيه عرش ربنا بالشكل أنت بتقول عم مش أقول أنت بتهجر هل هايبقى محتاج أن فيه ملايكة شيلو ولا هو كان العصر اللي هو كان سائد فيه نبي الإسلام هو مثلا كبير قوم فيه العبيد اللي شايفين دايما الكورسي بتاعه ماشيين بيعمالين يتمش بي في السوق يعني هو حكم العصر بتاعه حكم عليه المنظر بيحط على ربنا وفي الأخر بيجوا يعملوا وعلينا إحنا إسقاط اللي بنقلل من شأن ربنا أنا لو عاوز أشتم ربنا هقول أكتر من كده إي يعني لو أنا عاوز ربنا شكل جامل هقول أكتر من كده إي صح أنا أشكرك أخ أندرو على توضيح هذه النقاط وأنا أتمنى أن المسلم يبتدي يشوف الصورة إجمالا مش أنه يحصر عينه على بعض الأمور في المسيحية وهو مش فاهمها أصلا بالضبط مش حتى من هنا وحتى من هنا وركزين تبق أنا أشكرك وأشكر لحظرتك أتحتل الفرصة ديت أنا أشكرك سريعا كده عاوز أبضح الله خليك أشكرك أخي أندرو خلينا نأخذ لأخ عبدالله من المملكة العربية السعودية أخ عبدالله تفض سلام عليكم يا أخ رشيد سلام لك أخي عبدالله والله يعني الحقيقة موضع يعني شيقة تطلحها وأشكرك عليها العفو ولكن للأسأف وكالعادة يعني حتى الناس بدت تفجر يا أخ رشيد يعني يطلبون منك اتصال على شيخ اتصال على عالم مسلم يشارك معاك نعم للأسف لا أذن صارية من قبلكم أبدا إزاي يعني يعني أنا أنت عندك رجم تلفوني أقل شي وأنا أزع مني شيخ أنا قلت تصلي يا أخي يقول يا شيخ عبدالله ما رأيك ما رأيك في حديث الأوعال هذا نعم يعني هو أنا عبدالله هو فقط من يشرح حديث الأوعال من دخلت على مواقع كل الشيوخ تقريبا يا أخي أنت تريد يعني حوار ولا تريد مجرد أنه إنسان يعني يتكلم مع عبدالشان الحق أخي عبدالله ما تخلينا نضيع وقت في ماذا أريد يعني لو ما كنت أريد حوار ما أفتح تلفونات يعني سبحانه وتعالى يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ومطيات بيمينه سبحانه وتعالى فإذن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كل ما تذكر أنت الآن من قضية العلم أو من قضية الله سبحانه وتعالى يترد تفضل الصوت يا أخي تفضل يا أخ عبد الله او عو يروح الصوت حد ما يقولوا إنه قطعنا عنه الخط ونصير مشكلة تفضل أخي عبد الله يا ريت أخ عبد الله لو سمعني أنا حاول مرتين يعني مش عارف أخ عبد الله يريد تتصل مرتين أمدخلك على الطول عشان تكون عندك الأسبقية لأن المكالمة انقطعت وأنا مستمع أي شيء حتى لا يساء فهمنا في أي إطار تاني أخ محمد من ليبيا أخ محمد من ليبيا تفضل أخ محمد أخ محمد أخ محمد لبيس كدائيا الحمد لله تفضل سامحني أنا كنت مسافر طول المدة ويعني ما سمحش الوقت أن أتصل بك لكن رقمك عندي عادي عادي رقمك عندي أنا كل شوف تسمع في أخ عشيد أنا كل ما أريده كل ما أريده في حياتي أن أشهد أن أعمال المتيح فقد نعم أنا آخر أريد أن أتكلم كما قلت لك وعلى وعلى حتى تفضل هم هم لي حتى بس مثل أتمنى لو تكلم فصحة لأنه في مشكلة الناس لا يفهموا الكلام المغربي يعني فأرجو أنك تتكلم فصحة حتى الناس يفهموا شوي يا أخوة أعتقد أن المكالمات تتقطع في النص في مشكلة أو شيء من هذا القبيل لأنه دي المرة التانية تحصل فأتمنى أنه المشكل ما يتكررش أختي داليا من فرنسا أهلا بك أهلا وسهلا أخي رشيد أهلا أهلا أختي داليا كيفك نشكر رب تفضلي هاي بركة الرب أنا عابرة هاي بركة الرب أني اليوم لقيت حسي أني اتكلمت معاك الله خليك مبروك العبور أمين أمين يعني بصراحة أنا لي مداخلة نعم تفضلي أنا مداخلة بصراحة أنه يعني أنا مبسوطة وبشكر الرب يسو أنه أنقذني يعني أنقذ ولادي يعني أمين أنا مشكور يعني بشكر الرب كثير يعني هاليلويا على اسمه هاليلويا على علوه لأنه أب صالح ربي صالح يعني رب مو على عرش يتهز مو على موت أي واحد يتهز لا أنا رب عرفته دلوتي أنه ربي حي هل عرفتي من خلال قناة الحياة أو لأسباب أخرى لا قبل القناة الحياة يعني هل عملي 8 سنين 8 سنين نشكر الرب من أجلك آمين آمين طيب يعني وبتمنى أنا كل العرب والمسلمين اللي في الاستماع ولي بيشاهدوا القناة الحياة يعني لازم يعني يدوروا على الحقيقة آمين أنا أشكرك أخت داليا يعني كما أنا دورت على الحقيقة أنا كمان كنت يعني كنت يعني كنت عندي غيرة بالإسلام وكنت بحب الإسلام وبحب الدين الإسلام وبحب محمد وبحب الله محمد بس لما عرفت الحقيقة أنه رب يسوح هو الإله الحي رب يسوح هو المنقذ المخلص يعني خلاص يعني ما في رد ولا ولا إجابة حتى ما دورت على إنسان مشان يعني يفسر لي من هو رب يسوح أنا في الأول نشكر رب من أجلك واخت داليا من أول كان عبنا سيدنا عيسى هو يعني النبي صح بس لما عرفت أنه هو رب الأرباب هو ملك الملوك هالي نويا على اسمه هالي نويا على اسمه نشكر رب من أجلك واخت داليا الرب يباركك والرب يزيدك حماس وقوة آمين خلينا ناخد أخ عبد الله مرة تانية سامحني أخ عبد الله ما تفهمها غلط يعني ما عليش أنا مسارحة كنت أسامحني كمان لا ما عليش يلا نتفضل حضرتك كنت قلت أنه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وبعضين دخلت في شرح ما طرحناه لكن ما سمعناش البرقي نعم أنا أقول بأن الله سبحانه تعالى خاطب الأمم والشعوب والناس بما يفهمون والله عز وجل لما خلق الخلق كل خلق من خلق الله عز وجل له لغته الخاصة بها يتخاطب بها مع الله سبحانه وتعالى صحيحة 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 فإذا هذه كل الشيء نتذكرها أنا أتكلم عن الحديث الصحيحة أما غير الصحيحة هذه لا تهمني ولا تشغل بالي لأنها أصلا غير صحيحة لكن نتكلم عما هو في الصحيحين في البخاري ومسلم ونحوهما نعم خلينا نتكلم مثلا في مسألة أنه محمد دهب في حديث الشفاع إلى دار الله واستأدن ودخل وأدخلوه ورأى الله وكلمه وطلب منه الشفاع وبعدين خرج عشان يدخل الناس للجنة إي رأيك في الوصف ده شوف يا أخي رشيد الآن أنتم أيضا عندكم المسلمين واليهود والنصارى هذا الشيء نحن متفقون عليه لكن نسبة النظرة الإسلامية أبو جل يريد أن يتخاطب مع محمد أكلمك عقلا يعني اسمح لي في هذا الله سبحانه إذا أراد الله أن يتخاطب مع محمد مثلا كيف يتخاطب معه ألا يكون على عرش ألا يكون في جهة أو في مكان أو ما شئت أن تقول حتى يتسنى لمحمد أن يتخاطب مع الله كيف سوف يكون قلبه يعني يفرغ إذا موسى أراد أن يتحدث مع الله عز وجل الله قال له انظر ما في يدك فإذا هي عصا يلقيها فإذا ثعبان ومبين المشكلة يا أخ عبدالله أنا كمسيحي ما عنديش مشكلة لأني أؤمن أن الله يجسد كلامه في صوت ويجسد شخصه في صورة وتجسد في شخص السيد المسيح ما عنديش مشكلة أنا معاه اللي عنده مشكلة هو اللي ييجي ويقول لي أنت يا مسيحيين كفر لأنكم بتجسد الله وتضعونه في مكان كيف له أن يولد من امرأة كيف له أن يكون في الناصرة كيف له ثم تيجي وتلاقيه عنده دار وبيفتحوا المحمد ويدخل عليه ويكلموا ويطلع من عنده الله هو بتشوفه دي وما بتشوفه دي ما هو ده المشكلة عندي مع الشخص الذي ينفيه ثم تجده عنده يا أخ رشيد ليس كذلك الأمر أول شيء نحن نفسرنا الدار هنا بالعرش ولكن حتى في تفسير أن الله له عرش هذا من وقت الدار هو العرش يعني لما نقول أنا داخل على دار في لين أنا داخل على عرشه في لغة العرب أنت الآن لست عربيا مئة في المئة أنت يعني ترجع إلى اللغة التي كان نزل بها القرآن في ذلك الوقت والشواحد اللغوية والأشعار وما إلى ذلك على كل حال نتشعر في مسألة مسألة التردد يعني الله يتردد أهل السنة والجماعة قالوا صفة أخذ هذا من فضلك والأخوة جميعا والأخوات المشاهدين والمستمعين ينتبهوا لها أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أي وصف وصف به من وصف البشر ليس كمثل يعني يعني الله سبحانه وتعالى يعلم علما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثل يسفع سمعا لا يشبه الأسمع يتردد ترددا لا يشبه الترددات البشرية ليس عن جهل وليس عن قصور لا تردد يليق بجلاله سبحانه وتعالى يعني بتردد لكن تردد يليق به وله دار لكن دار تليق به ما هو ده شرح الماء بالماء يعني يتردد احنا بنفهمها انه واحد بين رأيين يتردد يتردد على هذا الرأي ويتردد على هذا الرأي يريد ان يميت المؤمن ويريد ان لا يميته في نفس الوقت وده التردد اريد ان اذهب واريد ان اجلس في البيت اديني مفهوم التردد ايه تردد يليق بجلاله اشرحوا لي ايه التردد الذي يليق بجلال الله طيب انا اشرح لك الان مثلا نحن لسا اقول انه في الجنة فيها خمر مثلا او فيها نخيل هل ثمر الجنة نحن شفناه كمسلم هل انا اعرف ماذا يوجد في الجنة من نعيم الله قال بان في الجنة فيها عنب لكن العنب الجنة ليس كعيد الدنيا ولا يخطر على قلب بشر الرسول يقول فيها ظل عين الرأت ولا اذن سمعة تقطر على قلب بشر ايضا تردد الله لا يخطر على قلب بشر ولكن هناك رسالة الله يريد ان يوصلها لنا بان الله محب لنا بان الله رحيم بان الله عز وجل رؤوف هذه رسالة التي نفهمها من معنى التردد هنا بان الله عز وجل رحيم ان يوصل بنا الشر وان كان المسلم يظن ان هذا الامر الشر له الموت ولكن هو لقاء الحبيب طب عندما اقول ان الله رجلي كمسلم مثلا يقول الله يقول انا اصير رجل الانسان الذي احببته الانسان المسلم الذي احببته تقرب الي بالنوافل فانا اصير رجل التي يمشي بها يا شيخ يا رشيد لا يوجد مسلم ولا حتى غير مسلم يقول الله هو رجل احد لا يوجد هذا ابدا الحديث يقول انا اصير رجله انا اصير رجله التي يمشي بها طيب تسمح لي اشخح لك ما معنى رجله التي يمشي بها نعم معناها اي لا يمشي الا الى ما يرضي الله لما انا اقول لك انت يدي اليمين يعني لو قال المسلم الان الله رجلي هل يجوز ام لا يجوز اولا ما ادراك ان الله اصبح رجلك او لم يصبح رجلك لا انسان مسلم تقي يحب الله طيب الى اخره اذا قصد بان الله اصبح رجله بمعنى ان رجله لا تمشي الا الى الجامع الى المسجد الى الخير الى البر فهذا صحيح واذا قصد ان الله السوجل اصبح رجله جسدا فهذا كفر وهذا الذي نناقش فيه ايها النصارى يعني ممكن واحد يقول الله رجلي بحسب القصد اللي في نيته وهل في هذا يا رجل انا احاول افهم لماذا يطلع ناس مسلمون ويقولون انتم تقولون عن الله الخروف ويدحك ويستهزي نحن نسأل النصارى ماذا تقصدون بقولكم خروف عندما نشرح له ونقول له ان هذا رمز للفداء لا علاقة له بان لا يوجد مسيحي يعتقد ان الله هو الحيوان الخروف مثلا لا يوجد طيب انا اسأل السؤال يا خرش هل الله عز وجل له عضو يبول منه كما تجسد المسيح واصبح رجلا التجسد لا يمس الله في الجوهر هو ظهور كما ان الله ليس له صوت لكنه يظهر يظهر كلامه في صوت يظهر صورته في صورة بشرية فهذه الامور هي التي نتكلم عنها لم تجبني يا رشيد انا سألتك وعلى محددة يا اخي عبدالله اعطيتك المبدأ بصفة عامة كما يتجسد الله يجسد كلامه في صوت هل الله له صوت الله عز وجل له صوت يليق بجلاله لا يشبه يا عم خلينا من الفلسفة يليق بجلاله هل موسى سمع سمع يعني سمع صوت ولا ما سمع الصوت الله اسمعه شيئا انت ولا انا ولا مخلوق نعم في الاخير لا تريد ان تقر الله يتكلم من خلال صوت فيجسد كلامه في صوت بشري والله يتكلم للناس من خلال صورة بشرية التي هي المسيح ان اردتم كمسلمين ان تحصروا التجسد في عضو تناسلي هذه مشكلتكم لان عقول الاسلام لا تفكر الا في الاعضاء التناسلية وكل احاديثهم 90% تتكلم على ما يتعلق بالاعضاء التناسلية هذه مشكلة التفكير الاسلامي مش مشكلتي انا يعني انت تريد يا اخ عبدالله التجسد التجسد نقصد به غاية سامية اراد الله تنفيذها على الارض وهي فداء البشرية من ذنوبها واوحالها انتم تقصدون به السؤال عن الفضلات عن اعضاء تناسلية بص المسيحيين بيفكروا ازاي في حاجة فضلة عظيمة وبص المسلمين بيفكروا ازاي في حاجة بتشغلهم في دينهم فيريدون اسقاطها على المسيحية واعتقد هذه مشكلة الاسلام مع المسيحية خلينا مع فاصل نعود بعده لإكمال هذه الحلقة قناة الحياة غيرت حياة الكثير قناة الحياة اعطت الكثيرين الامل والرجاء في الحياة قناة الحياة ارشدة الالاق للطريق والحق والحياة قناة الحياة تجمع بين الجرأة في الطرح والمحبة المسيحية والاحترام للآخر لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها زوروا المواقع الظاهرة على الشاشة ما هي أوضاع المسيحيين في مصر بعد نصف عام على الثورة وما هي التحديات التي تواجه الكنيسة في مصر وما هو مستقبل المسيحيين هناك حلقة خاصة مع الأستاذ مزدي حليل على سؤال جريء عودة مشاهدين لكمال هذه الحلقة من سؤال جريء نأخذ أخ عبد الله وعطيك فرصة أخيرة حتى أمر لمشاهد آخر تفضل أخي عبد الله طيب شكرا لك أنا أشكرك الليلة الحقيقة لأنك سأل أن أعطيتنا فرصة وحب أنك لا تسأل من كلامي لا 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 أنا ما بزعل أنا فقط أشرح طيب الله أمرنا أن نخاطبكم بالتي هي أحسن على كل حال أتمنى ذلك أنا أقول لك يعني وجهة نظر المسلمين لأن إذا جاء مسلم أو أراد إنسان يتعرف عن المسيحية من أعظم المشاكل التي يواجهها هي قضية الثالوث وقضية التجسد صح فأنا بس أضغب لك مثال يعني أن هذه الأشياء وليس فقط أني أنا فكري محصور في هذا الشيء أو في غيره على كل حال بس نقطة أخيرة يا رشيد حتى لا أطل عليكم أشكرك أن العلم علم الله سبحانه وتعالى يعني فألم الله مثلا يعلم الله هذا العلم الله سبحانه وتعالى عنده علمان علم في الكتاب في غيب سبحان الله عنده وعلم اللي هو المتحق فعندما تكلم عن العلم إنما أراد العلم المتحق يعني الآن يعني الذي سوف ينرم من الناس فليحاجون الناس ربهم يعني هذا تفسيرك وانا احترمه ونتكلم فيه نناقش وما فيش اي مشكلة لكن على العموم اشكرك لانك عطيتنا وقت وارد توضيح وجهة نظرك وانا اشكركم كذلك والله يحد الجميع دين ما يحبه يغضر امين امين اخي انيس من سويسرا اهلا بك اسلامة اخي راشيد اسلامة اخي من تونس اهلا اخ انيس اكيد من تونس من تونس اصلي من تونس اكن عايش في سويسرا حبيت انحييك برشا اخي راشيد على اسعب بالك انتي كنت مسلم يعني انا متصر يعني كيفك العافر وعافر كيفك العافر ونشكرا اسعب بالك مخونة عفظ الله من السعودية واني نتمو اعني استماته في الدفاع على الاسلام واستماته في الدفاع على الاحاليات الاسلامية واحاليات محمد نعم لكن اصلي له من كل قلبي اخي معناها عبدالله انه ينور قلبه ويفتح عقله احنا كنا في الظلام فرانا ربه المجد النور امين هل اخ انيس هل صار لك مؤمن من زمان وهل لقناة الحياة اي دور اه لكم دور كبير 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 برشة خاطر كاك نحب نحييكم ونشكر كل العميل نشكر غير ونشكر كنتي خوية رشيد خصيصة ونشكر ابونا ذكريا العافر ونشكر المسيح لانه اذا ظهر لي في احلام امين ووراني عدة حقاقة التي كانت خافية علي وفي نفس الوقت تاني معناها عملت بحث معناها طويل يعني برشة كما قولوا بالتونسي ممتاز ونشكر المسيح لانه سلم تحياتي للمسيح ورب المجد مجد في حياتي واخواتي زادة تصدموا في محمد وتصدموا في الاسلام الاول لكن زادة هم زادة حسلموا حياتهم للمسيح اخواتك كمان سلموا حياتهم للمسيح وحتى زوجتي سلمة تحياتي للمسيح واو كم واحد فيكم بالمجموع بالحق رب المجد يخدم في خدمة كبيرة يعني كم واحد في العيلة كلها صرتوا مؤمنين برشة 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 كثير ام الوالدة عندي سلمة تحياتي للمسيح انت تعرف الام صعب 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 جدا تقبل الأفكار هذه نشكر رب يعني زوجتك وأمك وأخواتك كلهم سلموا حياتهم للمسيح شكر المسيح ومزال الخير القداء أخوة رشيد امين الرب يقويك ويعطيك ويعطيك خصيصا أخوة رشيد شيوخ الإسلام نعم نشكرهم برشة 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 خاطرهم أزادة عونوني يعني أننا سلم حيات المسيح باش عونتوني شكرا جلاب يعني الله استخدم حتى الكلام اللي بيقولوا الشيوخ حتى الشجعك استخدم الكذب من تحياتهم تاخد قرار أمين استخدم الكذب من تحياتهم استخدم دورانهم حول الحقيقة وهروبهم من الحقيقة بالكذب وبيستعمال كل أسليب الشيطانية لأنه كذاب وأقول كذابي مثل ما قال المسيح نعم الأخ أنيس أنا أشكرك على الاتصال وخليني أمشي لمشاهد آخر أخ ناصر من الجزائر أهلا بك مساء النور مساء النور أنا أخ ناصر من الجزائر أهلا بك أخويا ناصر أشكروت سلماني برنامجي قدمها يا أخ راشيد العافو لا شكرا على واجي نحن نورت كل كل أسليق نشكر رب وكما نظر اليوم أخ راشيد المشبيني يتهمون الله كما يحبونهم كما وضع صغير رسول يتبقون نظري حلالهم عليهم حلالهم عليهم صح حلالهم كما وضع صغير رسول لا يتبقون كما وضع صغير أخ ناصر أخ ناصر أنا أريد فقط سؤال قلت أنت وأصدقائك كان تأثير خناة الحياة عليكم هل ممكن تشرح لي كم صديقك وإزاي أخ ناصر كما تأثير كما تأثير كما تأثير أخ ناصر نعم أنا أسمع نعم نعم أخ ناصر كما تأثير كانت أسئلة كثيرة في رأسي وقالتها أخيراً أنت وأبونا بطرس وكل إخوان كان عنده أسئلة كثيرة في رأسي لكن كل الأسئلة التي كنا نطرحها كانت عنده أصلاً قبل نعم وقتناعنا نحن شكر ربنا مشكلة فقدمنا له الأجوبة وهذا كان سبب اقتناعه قبل الرب في حياته نعم نعم أشكرك وأنا سأسلم كثيرا على الأخوة التي معاك في الجزائر أشكرك أشكرك أخينا أنا أمازيغي أمازيغي يحيى الأمازيغ أنا أفتخر في الأمازيغ أمازيغي يقولون أنهم المسلمين العودة للأصل العودة للأصل العودة للأصل أصل شمال إفريقيا أمازيغي أنا أشكرك أخي ناصر ونأخذ أخي جون من لندن أهلا بك سلام ونعم أخي رجيد سلام ونعم أخي جون ربنا عينك وأويك سلام الححاني صالف المعرارة أولا أنت تذكر نجيب الرحاني في فيلم ليلة بنت الأغنياء لما ربنا اسمه الشيء نجيب الرحاني على الشيء لزم الشيء أولا الشيء ما تذكرنيش في اسماء الله العسنة دينا من الأواحد دينا من الأدنين لما الرسول يقول راح طيلة لدار الله وده على الباب يعني لا يوجد تكنولوجيا على باب ربنا مثلا من إنترنت أو إنتركم وده على جرس ومهلماش مثلا من الباب حج مهدئيه ومعموليه وإي شارع والبيت ده مبني من كم دور دي نمرة اتنين نمرة ثلاثة بيوصف كده وضع ربنا وضع الضعيف المتردد المتزبزم فأخذ القرار إنه فعبان عليه ومش هادر يقزي مش عارف مين فلانا عشان بيحبه نمرة أربعة الرسول وضع نفسه في منزلة الله في المعرفة والعلم وسلطة وحال صحيح إن يقول إن الله رجلي ويمشي حافي نمرة خمسة على العرش تحمله الملائكة وإحنا كمسحيين بيونا الله غير محدود قال الكون لأنه أما بيقولك إن ربنا هايل على العرش وشالاته من الملائكة يعني معنى ذلك إن ربنا دليه حجم ويدل على إن ربنا ده محدود وده صحف الله العظيم ده مش محدود وعدك كده عشان خاطر واحد خاطي مات يحتز العرش على مات خواهد بشر من عبيده إن كي ذلك يحصل و بعدك كده في حديث الأدغال الأوعال طب هو الرسول عارف كي السماسي السابعة هو شارك ربنا في الخلق بتاع السماوات والأرض و بعدك كده يقول لك إن ملائكة كانت زمعة يشعش أبيهم هم وزنوا ربنا السماء تقل عليها أوي حتى كادت تتشقق هم وزنوا ازاي عرفوا وزنوا ربنا تصحف الله العظيم وزنوا ربنا ومعد كده محمد ازاي عرف المعلومات داي معه ده وصف بداي كان منتشر في زمان محمد ودخلوا من تقافات مختلفة وحطوا في القرآن يعني ببساطة عشان بس الوقت اشكرك اخي جون واشكر الاسئلة الجريئة التي طرحتها في هذه الحلقة في اخ بنوع من التساؤل والاستنكار يقول اخيرا عرفت لماذا لا يؤمن المسلمون بالتجسد ما دام الله بهذا الحجم في معتقداتهم والذي تتشقق الارض من تقله فكيف يتجسد في الحجم المحدود للسيد المسيح طبعا هو سؤال فيه نوع من التهكم انا ما حاولش اشجع عليه لكن في نفس الوقت خلينا نشوف الجانب الاجابي فيه الذي يحمل نوع من التساؤل يعني ازاي المسلم يلوم المسيحي على مسألة التجسد في نفس الوقت نجد التفاسير فسرت سورة الشورى الآية رقم خمسة على اساس ان السماوات تكاد تتشقق من ثقل الله وده سؤال مشروع لكل واحد الاخ اخر يوسف يقول يا اخ رشيد انت بتأزن في مالطا يا رجل هم يكفرون كل من يخالفهم الرأي فما بالك هم فاعلون بك انت فاضح لهذا الجهل المستشري من الشيوخ والذي يستغلون به الموسطى من عامة الشعب ولا احد يجرؤ ان يخالفهم الرأي اشكرك اخ يوسف فعلا احنا نحاول نطرح الاسئلة التي لا يتطرق لها الشيوخ عادة هم يتكلمون في امور بسيطة مثل الوضوء والصلاة والاستنجاء والمكروهات في الصوم والى اخره من الامور البسيطة لكن يتركون امور العقيدة لا يناقشونها مع المسلمين لان في نظرهم هم عامة لا يفهمون ويتركوها وسط الكتب احنا دورنا نطلعها للناس على الشاشات حتى لا يصدقوا ان الاسلام ينزه الله عن اي شيء الاخ ريكارد من العراق اهلا بك سلام الرب يسوع مسيح معك اخ رشيد سلام المسيح معك تفضل انا احبك كثيرا واحب قناة حياة الله يخليك اخويا اشكرك نحن نبادلك نفس الحب احبك يعني كثير كثير لانك تعلن الحق في العالم امين الرب يباركك وارد ان اقول لك بان السماء لا تنشك عن طقل الله لان الله تقيل بالمحبة وليس كبير بحجم بل كبير من المحبة اشكرك على هذه الاشارة واللمحة الجيدة اشكرك والله ليس له دار لان السماء والارف ملكا له صح كلامك مزبوط واشكرك واشكرك على حياة جزينا اشكرك اخي ورب معكم ويبارككم ويقويكم في العراق ويباركك ويقويك انت بطل بطل الله خليك اشكرك اخ جميل من لبنان اهلا بك مساء الخير اخ رشيد مساء النور تفضل انا يعني بس بحب اشكركم على قناة الحياة اشكركم فردا فردا وصراحة بغار منكم نتفي صغيرة لانه ايمانكم نتفي اقوى من ايمان العفو اخ الحبيب احنا كلنا خدام في حق للسيد بكرا انا بس بدي اسأل الاسلام بي امنوا انه الله اخذ صين ونفخ روحه بآدم اه بي امنوا نفس الشي اوكي لكن كيف هو بي سابع ارض بي سابع سمع عفوا بدي ينزل على الارض وياخد صين ولا هن بي امنوا انه فيه يتحرك او يروح ويزي على ذهابا واعيابا هو سؤالك يعني صعب الاجابة لكن على العموم هم يؤمنون بتحرك الله لكن زي ما قال الاخ عبدالله يقولون مثلا يؤمنوا ان الله ينزل للسماء الدنيا في التلت الاخير من الليل يؤمنون بهذا يعني هو بينزل وينزل للسماء الدنيا اللي هي مسافة ما بينها وما بين السماء السبعة الاف السنين يعني كل بين سماء وسماء خمسمائة سنة لكن بيقولوا نزول يليق بجلاله يعني انت ملكش الحق تفهم ازاي هو نزول يليق بجلاله حسنا خلينا نسلم جدلا نعم بس عبدالله يقول كمانا انه الله مثل اي ساء صح؟ صح لكن كيف بيقول انه لديه رزلين انه هو مثل اي ساء يعني يا منعرف كيف يفوه يا ما منعرف كيف يفوه هو تهرب يعني ده اسمه تهرب يعني لما نقول ان الله يتردد ونقولك تردد يليق بجلاله ده فقط حتى لدر الرماد في العيون حتى ما تسأل عن الموضوع يقولك ده تردد يليق بجلاله التردد في عرف اللغة في عرف اي شيء هو بين رأيين يعني تردد الله حيكون بين رأي واحد يعني ما هو تردد تردد فيه اشياء ما بيعرفوش يفسرواها في بيقولك يليق بجلاله يعني خاصة بيه هو اه اوكي اه اوكي هيدا يعني تفسير لكل شيء نعم انا مسامع هيدا تفسير لكل شيء يا صح صح تفسير لكل شيء صح لكن وبدى اسأل كمانا كيف الله يتزعب عرشه من وراء سخص ماذ يعني انه هيدا سخص ما حيفوت على السماوات لا حتى يزعل عليه او ما بعرف انه ليس حتى لم يهتز عرش الله لم يذكر اي حديث او اثر عن الصحابة مثلا انه عرش الله اهتز لمحمد نفسه لكن اهتز لسعد ابن معاد ومش عارف ليه ايه غرض من اهتزاز العرش لا وهيدا انه يعني اذا الشخص نيزل عارف هنم بيف حمد واحد انه او بس حسب ما افهمت انه كان شخص جيد جدا وممتاز صح صح انا بس بدي اقول شغلي كمان انا بس بدي ركز على فكرة واحدة صغيرة نعم انه هيدا الفكر الاسلامي انه الله جارس على العاشر ونحنا بدنا نتباله هو ذات الفكر يلي وصل العالم العربي هلأ لما هو اليه الان وعم بيصير في هيدا الثورات لانه العالم عم طوع عمد في صغيرة انه مش مفروض الشخص يدبع على العميانة ونردخ بكل الشيء شكرا اشكرك اخي جميل الاخ فاروق اهلا بك من العراق اخ فاروق اهلا بك اخ فاروق مرة اخيرة حتى نعطي فرصة اعتقد انه اخ فاروق لم نستطع التواصل معه نشوف اخ طارق من ايطاليا ايوه انا حضرتك مساء بخير مساء النور اخي طارق ايوه مساء بخير حالك بس كنا عادين حالك تعمل حلقة خاصة عن شبهات حول الكتاب المقدس نعم طيب ممكن نعمل الموضوع ده الاية الازحاح 23 طيب اخ طارق انا عارف انت رايح لفين هل تجاهلت طيب اخ طارق لاحظة لاحظة ايوه هل تجاهلت موضوع الحلقة وكأنه لم يكن لا اعاد لك حلقة يعني يعني وكأن مسمعتش ولا حاجة وكل اللي شايفه حزقيال 23 انا ممكن اناقشه مخجلش منه قالص طيب ممكن حلقة ترهن حتى لو تكرمت حتى انا ممكن اراه واعيده واشرحه لك لكن هل افهم هل افهم من كلامك انه كل الكلام اللي قلناه مش قادر تجاوب عليه طيلة الساعة ونص الحد دلواتي لا انا مش انا متا مش يعني سأقول حددك والله دي سكميش شئا دي الجملة اللي حفظينها دي الجملة اللي حفظناها ومنقدارش نقول غيرها يعني هاو حددك التشيرات وكذا لازم يكون ايه جاء حديد صحيحة طبعا عشان حددك من الله ده آية قرآنية وفسروها المفسرين هل ممكن تعلق على ده ولا ما عندكش؟ أنا بس ياريب بس حلقة خاصة عن سفر الحزقيال أو سفر نشيد الإنشاد يا أخي طارق لو كنت متابع أنا عملت حلقة عن نشيد الإنشاد ممكن أعمل عن سفر حزقيال لكن أهل أفهم من كده حضرتك بتتهرب من الجواب عن الأسئلة بخصوص الإسلام ولا لا؟ لا أنا مجل متحرب أو شيء طب ليه ما jet combustion? هل الله عنده دار؟ هو الله ليس كمثلين شيئاً ما تقدرش تقول جملة غير تقول الآخر? طب ليس كمثله شيئاً ما تقدرش تقول جملة آخر؟ أكتر اليس مجسد يعنيог ، هل الله له دار .. نعم ... أم لا؟ لم يره أحد، ولم يره أحد طب هل الله له دار .. نعم ... أم لا؟ هو الله ليس كمثلهم شيء ما هدي الجملة اللي بنحفلها و بنرددها زي الباب أشكرك ما هدي المشكلة يعني بيحفدوك جملة بتقدرش تقول غيرها يعني وكأنه ليس لك فكر خاص بيك مستقل تقدر تجاوب بيه وتقدر تقوله وتقدر تناقش يعني وكأني بضغط على زر بتاع مسجلة وكل مرة بتقولي المسجلة أو اللي بيتكلموا في التليفون دلوقتي وبتطلع لهم رسالة صوتية الرسالة الصوتية من الأخ المسلم ده هي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كل ما سأله سؤال ده جوابه دي الرسالة الصوتية المسجلة في عقله ياريت تتمحي وتصير تفكر بنفسك وما تخليش ناس يقرروا لك الأخ ساس أو أخت ساس مش عارف الاسم مذكر ولا مؤنت الإله في الإسلام هو نفس القدر وكيفما ذهب بالمسلم يعني الإيميل مش مفهوم صراحة الأخت سندة تقول أنا تونسية ومنذ أسبوع تابعت برامجكم وقد صدمت لاكتشاف حقيقة الإسلام وحقيقة محمد لكني الآن أشعر بالرتباك لأني في منطقة الوسط لأنني لا أعرف بعض المسيحية فهل بإمكانكم مساعدتي؟ شكرا لك أخ رشيد ولكل الفريق العامل في قناة الحياة الأخت سندة أنا بشكرك على الإيميل وإحنا بنرحب بأمثالك لأنه فعلا نحن نبحث عن الباحثين عن الحقيقة ليس المجادلين بغير علم الأخت نورة من الولايات المتحدة أهلا بك أختي نورة أهلا بك أشهد نورة هذه مغربية أهلا بك أختي نورة أختي نورة وأنا فرحانة كثيرا كثيرا نورة معك وأنا أعرفت المسيح منك ومن قناة الجزيرة أعرفت حقيقة محمد وحقيقة المسيح ومن بعد واحد لقيتها كنت أخرج من الإسلام ولكن بقيت في المنطقة الوسط أهلا بقيت وقيت في المنطقة الوسط ولكن الحمد ومن بعد واحد لقيت طريق المسيح ومن بعد قناة الحياة وقناة الحقيقية صار لك المدة صارت تقريبا كم المدة هذه دبا 8 شهور 8 شهور نشكر رب من نجلك أختي نورة فرحتينا أنا تعمد لما جئت كاليفورنيا تعمد وتلقيت الدرجل المسيحي إيمانه كبير قوي جدا أن المسيح بحيث بأن المسيح هو اللي يبعث لي هذا الرجل وكان قوالي إيماني وأنا فرحانة بالزعف أن يتنهضر معك وتنفتعك أنك مغيري وإن شاء الله المسيح ينتشر في المغرب آمين آمين أختي نورة نشكرك لأنك فعلا فرحتنا والربي يتكلم لأمثالك الكثيرين اللي لا يعرفون الحقيقة أشكرك أختي نورة ناخد أختي ميرفت من مصر أهلا بك أختي ميرفت أنا أمسال الخير أمسال نورة أختي ميرفت أنا أول حاجة عايز أقولك السموات تحدث بمجد اللي هو الفلك يا غمر بعمل يدي أمين صح أمين أنا عايزة فيك هذا السؤال عايزة أسألهم لحدتك وبعركات جوابني أتوضي لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأm لماذا عندما اخذ النابي في سفينة نورانية هذا هو شيء ثانية شيء يوجد فاثمت السؤال هو سيهتز معنى ايه؟ لما ربنا اخذ النابي في سفينة نورانية ايوه هذا حي لا تهزدتش لسا العرش السماء ايوه أنا فاثمت العرش السماء لا تهزدش لها تهزدت تسفينة نورانية نزل في أحداته صح فيه سؤالين تاني أريد أن أتسلم لحضرتك فيه حازم حازم اللي هو من العلماء المفسرين بتاع الإسلام يعني هيعايز انتخب نفس رأيي حازم أبو إسماعيل بتاع البيبسي بيقول أن علاقة الإنسان بالله تخص النصارى فقط آه دي حاجة بتاع النصارى احنا ملناش في الحاجات دي آه والمسلمين ملهمش في الحاجات دي ملهمش علاقة الإنسان بالله كويس ده حاجة بتفرح يعني لا تسئلين يعني لو قال إنه العلاقة ما بين الإنسان والرب دي بتخص النصارى كويس بنقول له أيوة بتخصنا وده اللي ينقص الإسلام ما هو ده يعني ما هو بيفضح نفسه حتى إبراهيم عيسى قال له هو موافق للإسلام ما جايبش حاجة من عنده يعني الراجل مخلص لدي أيوة يعني أنا عايزة أنبه الأخ عبدالله دوت اللي بيقول إحنا دلوقتي علاقةنا علاقة النصارى أو المسيحيين بالله ما فيش فيه موسيط لأن إحنا بنا نتلم الله في كل مكان أشكرك أخت مرباتلي عن الوقت ضاق بنا وأنا في الأخير أريد الغرض من الحلقة ليس لا الاستهزاء ولا الطعن بقدر ما التنبيه حتى يستفيق المسلم لأنه اتهامك للمسيحية غير مبنية على أساس المسيحية تؤمن بأن الله يمكن أن يتجسد في صفة بشرية وقد تجسد فعلا في شخص السيد المسيح لكن الإسلام يدعي في الشكل ظاهرا أنه ينزه الله لكن في الباطن لما تخش لتعاليمه آياته وأحاديثه تجد أنه في الحقيقة لا ينزه الله بتاتا بل ينسب إليه أمور كثيرة غريبة سواء في الحديث أو في القرآن ليس لها جواب على الإطلاق أترككم في رعاية الرب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع الأستاذ مجدي خليل ستكون عن مصر بعد نصف سنة من الثورة اشتركوا في القناة